صحة وسعادة صباح النور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالإنجاز والتفاؤل والابتسامة أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي مستمعين كما تعلمون أن هذا البرنامج يأتيكم كنافذة من نوافذ هيئة الصحة بدبي والتي تطل بها على المجتمع لاستقبال آرائكم وملاحظاتكم واستفساراتكم وما نبغي نقول شكاويكم ولكن من خلال هذه النافذة أو هذه البوابة التي تفتحها لكم هيئة الصحة يسعدنا أن نستقبل فيها جميع آرائكم بهذا الخصوص فيما يخص القطاع الطبي في إمارة دبي بشكل عام وأيضا أبرز المواضيع الصحية والطبية التي ترغبون في طرحها ومشاركتنا هذه المواضيع للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 إذن مستمعين مثل ما عودناكم دائما نحل لنا وقفة مع وكالات الأنباء حيث طالعتنا بهذا الخبر الذي يقول دراسة تدحض نظرية تسبب بعض السكريات في تسوس الأسنان حيث أكدت دراسة أمريكية أن ثمرة الزبيب غنية بخمسة مركبات كيميائية نباتية تعمل على مكافحة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة كما أنها مضادة للأكسدة وتمنع التصاق البكتيريا بسطح الفم مما يمنع تكون طبقة البلاك الجرثومية على الأسنان وكشفت التحليلات المعملية التي أجراها الباحثون أن الكيمويات ذات الأصل النباتي التي يحتويها الزبيب تمنع نمو عدد من أنواع البكتيريا المسببة للتسوس وأمراض اللثة وأظهرت التحليل وجود خمسة مركبات في الزبيب الخالي من البذور وهي حمض اليانوليك والوونوليك الوونوليك الدهديد صحتي دكتور؟ أنا أخبركم أنوا معاي في الستوديو لأنه مفاجأة وحمض البيتولينيك طبعا سامي وايد كثيرة في هذا المجال سامي علمية لكن كل هذه الكيمويات مضادة للأكسادة ويتميز الزبيب بنسبة عالية من فيتامين C يرى الباحثون أن نتائج هذه الدراسة تتحض الانطباعات الثابتة لدى الكثيرين والزاعمة أن الزبيب يفاقم مشكلة تسوس الأسنان ذلك أن الزبيب عادة يعتبر حلوة قابلة للالتصاق وعادة ما تسبب السكريات الملتسقة تسوس الأسنان فعلى العكس بيّنت النتائج هذه الدراسة أن محتويات الزبيب من الكيمويات ذات الأصل النباتي تفيد صحة الفم بمقاومة بكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة كما يحتوي الزبيب على عناصر غذائية عديدة منها فيتامين B المركب وعلى بعض الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم، النحاس، اليود، الفسفور والبوتاسيوم طبعاً وأنا أقرأ هذا الخبر في بعض المصالحات العلمية اللي كانت صعبة عليها واستعنت بها بضيفي في الستوديو حقيقة واللي أسعدني بمشاركته في هذا البرنامج الدكتور مجد ناجي استشاري جراحة الفم والأسنان نحياك الله معانا دكتور أهلا وسهلا أخ محمود منورنا اليوم إن شاء الله تسلم الله خليك دكتور نحن منتطرق للحديث عن معرض طب الأسنان العربي إيدك دبي 2016 لكن قبل هذا شو رأيك في الخبر اللي قريته؟ الخبر اللي ذكرته أخ محمود صحيح مية في المية هو زي أي شي رب العالمين خلقه ما في شي خلقه رب العالمين من غير فائدة والزبيب من أكتر الأغذية فائدة وخصوصا متل ما حكيت أنه غاني جدا بالكالسيوم وبيتامين سي اللي هو عن جد جدا فعال وبيقوي اللي بيصير أنه استخدامنا الخاطئ للزبيب هو اللي حيسبب التسوس يعني إذا أنا بدأ أكل كمية كبيرة من الزبيب وأروح أنام فورا وما أغسل أسناني أكيد حيسبب تسوس زي وزي أي شي من أكله مش بس الزبيب والحلويات لا فإذا إحنا أكلنا زبيب بكمية معقولة وغسلنا سناننا بعدها أكيد ما رح يصير عندنا التسوس بالعكس حناخد فوائد الزبيب ومش مضاره ممتاز طيب دكتور تحت رعاية اسموه شيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي افتتح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي قبل يومين الدورة العشرين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إدك 2016 طبعا هذا المعرض أنا باخد تفاصيل عدد الشركات والمؤسسات اللي شاركت في هذه الدورة من خلال نبذة عامة عن هذه الدورة الدكتور ما الجديد في هذا المعرض بالنسبة لكم كطب الأسنان وإيضا ما الذي يميز عن الدورات السابقة الدورة العشرين لمؤتمر إدك القيمة من الفترة بين 2 ل 4 فبراير السنة تميزت بوجود عدد كبير من الشركات اللي طرحت إنتاجاتها الجديدة خصوصا في عالم تكنولوجيا الأسنان لأنه مثل ما بتعفق أخ محمود حاليا تقدم العلمي في الطب عموما وفي طب الأسنان صار تقدم تكنولوجيا والمعروف أنه معرض إدك هو تاني أكبر معرض أسنان ومؤتمر أسنان في العالم بعد معرض الآي دي إس في ألمانيا والأول عربيا فمشان هيك في كتير شركات بتبحث أنه تقدم كل شي جديد عندها خلال هالمعرض هذا المعرض هذا لاحظوا فيه أنه فيه عدد جدا كبير من المشاركين وخصوصا أنه ضم أكتر من 1800 شركة عالمية ضم وفود من أكتر من 130 دولة وضم عدد كبير ألاف من أطباء الأسنان والمختصين في طب الأسنان سواء فنيين أسنان أو ممرضات أو ممرضين أسنان وإذا من قانون التطور اللي عم بيصير في معرض إدك منلاحظ أنه هالدورة هذه شهدت أنه كل قاعات مركز دبي التجاري أصبحت مجغولة بالكامل أنا سعيد أنه حضرت الدورة الأولى قبل 20 سنة فأتذكر أنه كانت مجرد نصب قاعة تقريبا اليوم القاعات كلها مجغولة أهم الشركات شركات جدا كبيرة ونمبر ون في العالم صارت تحسب حساب لأدك وتأخر منتجاتها بس عشان تعرضها أول مرة من خلال معرض إدك طيب دكتور يعني ما بين معصرتك دورات المعرض ككل حقيقة يتبادر إلى ذهني يا ترى كيف يمكن أن يكون هذا المعرض بالفعل التوسع الذي حدث في هذا المعرض بالفعل كان يعد يعني من التوسعات ليس على نطاق المساحة أو نطاق المشاركة بالنسبة للشركات لا من ناحية المادة العلمية التي تطرح في هذا المعرض من خلال القضايا العلمية التي تطرح على هامش هذا المعرض أو من خلال هذا المعرض يا ترى من أول دورة لين اليوم؟ شو اللي استجد؟ اللي استجد أنه إذا بتشوف أول شي عدد المحاضرين زمان كان هو خلينا نقول أنه دور واحد للمحاضرات يعني محاضرة كل ساعة حاليا بتلاقي ست أو سبع محاضرات عم بيلكوا مع بعض يعني صرنا ما اللحق حتى نحضر كل المحاضرات أو نشارك في كل الدورات صار في دورات تدريبية للأطباء بتصير قبل المعرض وبتستمر لبعض المعرض صار في مشاركة علمية من كتير جامعات أسماء في عالم طب الأسنان أسماء عالمية صارت تحاضر في المؤتمر أبحاث صارت تنشر لأول مرة في المؤتمر ومثل ما حكيت لك يعني هو الداعم بيكون دايما الشركات اللي هي عاملة سبونسر للمعرض صارت يعني مشان الشركة تحجز مكان لها في المعرض تحجز قبل سنتين وثلاثة طبعا التطور هذا ما إجا من فراغ إجا من الجامعات هذه والشركات صارت تشوف كمية الأطباء اللي موجودة الجدية اللي موجودة عند هالأطباء والدعم اللي عم بيصير من إمارة دبي ودولة الإمارات لهالمؤتمر هذا وكونه تائما عم بتم تحت رعاية هيئة الصحة وسمو الشيخ عمدان بن راشد فالدعم اللي متناهي اللي عم بياخدوه هو اللي عم بيدفعها الجامعات هاي والمؤسسات العلمية والشركات الطبية أنه تخلي إنتاجاتها الجديدة دائما لمعرض إيديك طالما نحن نتكلم عن الإنتاجات الجديدة خلنا نتحدث دكتور عن الجديد في عالم جراحات الأسنان واللي طرح لهذا المعرض السنة هادي حيكون لأول مرة التقنية 3N راح تطرح رسميا في المعرض التقنية 3N هي تقنية لتجميل الأسنان من غير حفر ومن غير حك لسطح الأسنان راح يتم تركيب حالة لايف داخل المؤتمر ورح يتم عرض كمان أحدث معدات الأسنان من شركة شفلة الإيطالية اللي هي حتى تتبنى هالفكرة هادي وإضافة لأنه حيكون في دورات تدريبية على هامش المعرض لهالتقنيات هادي طيب دكتور يعني من خلال ما شاء الله أنت كم سنة خبرة في هذا العالم أنا عارف أن هذا السؤال من لما قلتلك أنه أحضرت أول دورة أنا أول دورة لأيدك أحضرتها كنت لسه طالب صلي 17 سنة في طبيب أسنان فالدورة العشرين كنت لسه طالب في طب الأسنان تابعون تحسبون عمرو الدكتور ممكن تحسبون من خلال الدورة 22 سنة دكتور أنا كان السؤال عن موضوع الخبرة ليش لأنه أبغي أبغي أتحدث هنا عن تطور وتقدم جراحات الفم والأسنان ما بتكلم عالميا بتكلم على إمارة دبي نعم لا مناخذ بس وتسمحي لنا أستاذ ميتا بس بعطينا دقيقة زيادة وبنطلع فاصل طيب دكتور سامحني يعني بشكل مختصر كيف ترى تقدم وتطور جراحات الفم والأسنان في دبي؟ التطور في عالم طب الأسنان أخ محمود هو تقدم دوم تقني ودبي عودتنا أن تكون صباقة في كل المجالات خاصة في المجال التقني يعني دبي حاليا صارت المدينة الزكية في العالم ودولة الإمارات الدولة الزكية في العالم فلا شعوريا إحنا مجبرين كطباء أسنان مقيمين في دبي أن نواكب هالتطور هذا من خلال أنه حاليا صار في الديجيتال دينتستري الليزر دينتستري يعني بعد شوي حنشوف كل شي صار كمبيوترايز في عيادات الأسنان وأظن مارة دبي ودولة الإمارات من الأوائل على مستوى العالم في الموضوع هذا طيب دكتور عشان مسمنزع للمخرجة الكلمة أخيرة تبغي توجهها في نهاية هذا اللقاء بشكركم على الاستضافة وبدعوا كل المهتمين في طب الأسنان اليوم يكونوا معنا في معرض إدك لا يشوفوا أول مرة تطبيق تقنية 3N خلال المعرض واليوم معرض فاتح أبواب لحد الساعة 5 شكرا جزيلا لك دكتور مجد ناجي استشاري جراحة الفم والأسنان وبعد شوي بيطل عليكم في قناة سمى دبي صحيح فاللي يبغي يتابع مزيد من التفاصيل ممكن يتابع القناة طبعا المخرجة معصبة علي بس عموما سامحينا يا ميثة ما نطلع فاصل وما منت فلسفة وايد نقولكم بعد الفاصل عندنا موضوع تاني مهم جدا مستمعين أنكم أنتم تتابعونا فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة والمتميزة بكم حقيقة مستمعين وبمداخلاتكم وبآرائكم عبر برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين يعني قبل الفاصل نقول لكم أنه ما نطرح موضوع وايد مهم هذا الموضوع نتحدث فيه عن فيروس زيكا هو فيروس مستجد ينقله البعوض وقد اكتشفه لأول مرة في أوغندا عام 1947 في القروض يعني بواسطة شبكة رصد الحمى الصفراء الحرجية ثم تم اكتشاف هذا الفيروس بعد ذلك في البشر عام 1952 أيضا في أوغندا وفي جمهورية تنزانيا المتحدة طبعا سجلت يعني بعض الأرقام في هذا المجال فيروس زيكا في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادي ما تقوله منظمة الصحة العالمية في أحدى التقرير لها تقول أن هذا الوباء يعني انتشر في هذه المناطق وأوضحت فيه الكثير من التفاصيل عن الوباء والوقاية منه وكيفية السيطرة عليها ونحن هنا في دولة الإمارات يعني وزارة الصحة والهيئات الصحية طلعوا بالعديد من الأمور التوعوية في هذا المجال أنا ما بغي أتكلم على لسان أي حد لكن اليوم نحن مصدفين معانا الدكتورة ناهد جعفر اليوسف أخصائي أول طب المجتمع مدير مركز الخدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الأولية اللي بتعطينا معلومات أكثر عن هذا الفيروس ما تعرفنا أكثر عن الجهود اللي موجودة في هذا المجال حياتي الله معانا دكتورة ألا وسهلا سعيدين جدا بهذا التواجد دكتورة وشكرا جزيلا أنت أنت للأمانة استجبت بشكل سريع لتعريف الجمهور بهذا الفيروس لكن في البداية دكتورة خلينا نتكلم عن الفيروس وكيفية انتقاله الفيروس مثل ما تفضلت طبعا أنا مقدمتك أنا ما عندي أكثر أزيد منه هو فيروس من الفيروسات تسمى باللغة الطبية فلافي فيروس اللي هي الفيروسات المصفرة وهو فيروس مثل ما تفضلت أنه مستجد وكان فيروس طبعا اكتشافه كان من سنة 1947 سنة 1252 سجلت بعض الحالات عن طريق الخبراء الدوليين اللي يشكلون عندك أنت هل هذا الفيروس ينتقل للبشر أو لا وفعلا كان انتقاله عن طريق البشر في أوغندا وتنزانيا طيب أعراض هذا المرض للمصاحب لإكتساب هذا الفيروس أعراض المرض جدا بسيطة عبارة عن حمى وألم في العضلات ألم في المفاصل وممكن يكون بعضها يصاحب إحمرار في العين والحمى تكون ممكن الأعراض هذه تتراوح بين يومين إلى سبعة أيام فقط وتنتهي بدون حتى يعني ممكن الشخص حتى يتفاداها بكثرة السوائل وبأخذ الأدوية المضادة اللي هي للحرارة المرتفعة يعني هذه من الأشياء اللي ممكن نحن نقولها أن الفيروس هو مش قاتل دكتورة لا يعني ما سجلت أي حالات وفا من جراء الفيروس في الفاشيات اللي سجلت في 2003 و2013 و2015 في المحيط الهادي وفي الأمريكتين لأن هذه يعني لي سبقنا لي فاشيات يعني مو أول فاشية تذكر لكن بس بتزايد الحالات هي لكن لم تسجل أي حالة وفا أبدا يعني ما يؤدي للوفاة لا إن شاء الحمد لله طيب الإجراءات الاحترازية اللي الواحد أو الجهات الصحية اللي تقوم فيها أو ممكن تقوم فيها للوقاية من هذا المرض طبعا الأشياء الاحترازية اللي تأخذها أولا طبعا الدولة فيها بالهيئات مع وزارة الصحة والهيئات الصحية هيئة الصحة في دبي هيئة الصحة في أبوظبي ولجنة الكوارث والأمن والطوارئ والكوارث المركزية على الطلاع دائم بأي مستجدات تستجد على مستوى جائحات أو فاشيات على مستوى دول العالم فتصير فيها اجتماعات طارية نطلع فيها في توصيات معينة فيها بإرشادية لإرشاد الأمور بالنسبة لفيروس زيكا طبعا إحنا الحمد لله والله الحمد غير موجود في دولة الإمارات ولا حتى في الدول المجاورة ولا الدول العربية لم تسجل أي حالة للآن وطبعا بالتعاون في نظام كيف أنا مثلا كهيئة الصحية أكون أنت تقول لي كيف أنت كهيئة الصحية تأكدي لي أن ما يدخل المرض عندك إحنا عندنا نظام ترصد فعال النظام الترصد هذا عبارة عن نظام رصد البلاغات ونظام رصد البلاغات هذا يقول في أي اشتباه لو يكون عندي أي اشتباه في حالة من أي مرض أي مرض معدي سواء كان زيكا أو هذا في أي اشتباه تكون يتبلغ بالهيئة الصحية على مستوى دولة الإمارات جميل دكتورة أنا هنا أبغي أنتقل للحديث عن التواصل اللي ما بين الجهات الصحية في الدولة مع منظمة الصحة العالمية شو نوعية هذا التواصل وكيف تقدرون تطلعون على آخر المسجدات الصحية في هذا المجال وأيضا يا ترى إذا بتعطينا فكرة عن آلياته والبروستس اللي تمشون عليه في هذا المجال طبعا إحنا على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية طبعا عن طريق طبعا السلطة الفدرالية تشكل كهيئة الصحية في الدولة هي وزارة الصحة في كل دولة في العالم يوجد ممثل للهيئات الصحية اللي يتمثل الدولة مع منظمة الصحة العالمية بعد أزيدك اللي هو مركز الأمراض اللي في أمريكا في أطلنطا فأي مستجد أو أي فيروس مثل الحين فيروس زيكا لما ظهر نحن نبلغ فيه كهيئة الصحية من قبل وزارة الصحة وتعلن فيها مثلا حالة التأهب والاستعداد عن طريق عقد الاجتماعات الطارقة ومن ثم إصدار التوصيات بعد إصدار توصيات مثلا اجتماع اللجنة المنظمة الصحة العالمية أو المركز الأمراض طيب دكتورة أنا بتوصل معاك أكثر في هذا المجال وباخذ تفاصيل أكثر سواء عن الحالات الأكثر عرضة وأيضا طرق الوقاية الشخصية الواحد اللي ممكن يتبعها وأيضا إذا نسينا بعض الأشياء ممكن من خلال الفاصل نتفق عليها بحث شاء طيب نحن ما نطلع فاصل قصير مستمعين وما نرجع لكم فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة والذي حقيقة كنا نتحدث فيه عن أحد المواضيع التي تشغل العالم حاليا من ناحية المواضيع الصحية كنا نتكلم عن فيروس زيكا ومعنا في الستوديو طبعا دكتورة ناهد جعفر اليوسف خصائي أول طب المجتمع مدير مركز الخدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي دكتورة نحن كنا نتحدث حقيقة عن أعطينا فكرة عامة عن هذا الفيروس وأعراض هذا المرض وأيضا التواصل ما بين الجهات الصحية مع منظمة الصحة العالمية وآليات العمل في هذا المجال أنا سامحيني بس قبل أستكمل أسلتي في سؤال على الرسالة النصية واحد أو سيد طلال عباسي مستمع طلال عباسي يقول سؤالي بسيط لماذا هذا الهلع العالمي من زيكة ما دام حمى وألم بالمفاصل لمدة تسبوع فعلا هو يعني لازم يكون في الهلع العالمي الناس تصورة لأن منظمة الصحة العالمية من تصدر أي توصيات تاخذ أنه هي هلع عالمي لأنه قالت أنه فعلا يشكل يعني يعني حالة طارة على مستوى العالم طبعا هو ربطته منظمة الصحة العالمية لأنه متركز في أكثر من 13 دولة هذه أولا ثانيا لأن وجود البعوض عندهم والسيطرة احتمال على البعوض هم ليهم طريقة معينة في السيطرة نظام رصد البلاغات احتمال لأنه في حالات لما تصاب يعني لأنه أعراضة بسيطة فبالذات المرأة الحامل لأنه سجلت مضاعفات على المرأة الحامل أن تولى الطفل صغير الرأس وهو مايكروكيفالي وهذا يأثر على نمو المخ بالنسبة للطفل ففي هالحالات المنظمة تحذر أن هال يعني مثلا هالمرأة حتى لم يتها الأعراض البسيطة ما تروح تراجع المركز الصحي الأقرب لها فيعني ما يكون استنتاجها أنه احتمال لعضتها البعوضة وصابت بهذا المرض هذا اللي يسبب أنه تزايد هالحالات يعني تزايد حالات الطفل يكون مولود معاق عقليا أو أنه مثلا يعني نموه العقلي يأثر عليه هاي النقطة النقطة الثانية فيه سجلت مضاعفات أخرى أنه ممكن تأثر على الخلايا العصبية اللي يمكن يسمونها قليم بيري سندروم فيها ربط بعض الربط فهم يعني طالما سجلت هالحالات وربطت أنه بعض الحالات اللي سجلت عندهم مع المضاعفات ولما يعني جمعوا لهم العينة وظهر عندهم الفيروس فلازم ترتقي للمنظمة تتخذ الإجراء وتحذر لأنه لو ما في تحذير الناس ما بتتحذر بس هالتحذير لله الحمد أنا أطمئن الجمهور في دولة الإمارات حتى في الدول المجاورة في دولة الإمارات البعوضة غير موجودة ناقل المرض الرئيسي البعوض ما ينتقل دكتورة قصدك الرذاذ أو على طريق لمس المريض لا لله الحمد ما ينتقل إذن الفيروس فقط عن طريق البعوض حتى الآن حتى الآن عن طريق البعوض طيب أنا هني هني بعلق دكتورة أيضا حتى للأسف يعني وسائل الإعلام كذلك تساهم في خلق مثل حالة الهلع هذه عند الناس سواء يعني قبل كنا نتكلم عن الإعلام التقليدي ممكن أن نشرات الأخبار العالمية كلها تتحدث عن مثل مثل هذا الوباء مجرد ما يطلع أي أي تعليق على هذا وخاصة أن مواضيع الصحية مواضيع وهيد مهمة وتأخذ انتشار كبير وتعطي مثل هذه الوسائل يعني أهمية كبرى نعم الآن حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بدون ناس يتناقلوهم مثل هذه الامور فأنا أتمنى يعني حتى من المستمعين أنهم يتواصلون مع الحسابات الرسمية للوزارة وللهيئات الصحية الموجودة في دولة الإمارات واستقاء المعلومات بشكل صحيح ومن قناة رسمية وأيضا يعني حاولوا تشاركونها مع أهلكم مع أصدقائكم تشاركون هذه المعلومات الصحيحة وليس الإشاعات عموما دكتورة أنا برجع إلى موضوع الوقاية وكيفية الوقاية من هذا المرضيات ترى كيف يمكن لنا أن نقي أنفسنا من هذا الفيروس هل فقط هي طبعا نقي نفسنا من لسعة البعوض طالما البعوض مو موجود عندي في الدولة خلاص يعني أنا مضطمنة أنه ما عندي البعوض موجود في الدولة وحتى لو يتني حالة مستقدمة لأنه في ممكن حد يسألك يقول لك لا في ممكن يعني حالة مستقدمة فعلا نحن في أهب الاستعداد وطالما أنه هي حالة يعني مجرد أن تحط يعني تحت نظر الرعاية الطبية فقط لا أكثر يعني لا تكون حتى يعني هي لا تعدي من شخص لشخص الوقاية طبعا للناس المسافرين لهذه الدول الموبوعة يعني الناء والناس اللي هي لأننا نحن بحكم سلطات صحية توجد لدينا مثلا قائمة بالدول الموبوعة بالبعوض يعني البعوض اللي ممكن موجود فيها وينتقل لها المرض طبعا الوقاية باتخاذ التدابير الوقائية كم دولة هي دكتور مرتان 13 دولة تقريبا 13 دولة اللي سجلت فيها الحالات لكن البعوضة موجودة في أكثر من هالدول لأنها نفس البعوضة تنقل حمى الضنك تنقل حمى تشيكو كوغونيا وتنقل حمى الصفراء نفس البعوضة تشيكو هذه كوغونيا اللي هي الحمى يا ربي نسيت اسمها بالعربي أنا بعدها ما يستحضرني اسمها بالعربي كنا عاملين حملة عليها لنسيت اسمها بالعربي عموما دكتورة يعني هاي البعوضة ليش ما يرشونه في ليت ويفكونه منها هو طبعا ليها البعوضة طبعا يعني مدام أنت طريت البعوضة خلني أقول لك الناقل الرئيسي البعوضة هي الأنثى للأسف يعني كلهم الشاكة من الحريب كلهم الحريب فالأنثى هي تقريبا يعني المفروض أن هي تكون بس لازم تلدق شخص مصاب لأنه عساس تمتصد دم هذا الشخص مصاب وتقدر تنقلع طبعا البيض أو البيض ما لها لما تحطه وهذا إذا حصلت مكان مناسب أنه تفقص فيه هذه البيوض لليرقات اللي هي تحتاج له كمية بسيطة من الماء بتقول لي ليش ما يتخذون ويشاء فعلا المنظمة الصحة العالمية عشان شذي هي دايما تنادي بها التوصيات ليش؟ لما تعلن حالة التأهب في هذه المرحلة الدول تستجيب معها أن هي تتعاون معها من ضمن التعاون نظام الترصد مثلا ورصد الأماكن البعوض ورصدها بالمياذات الخاصة لهذا البعوض ممتاز طيب دكتورة أنا أعتقد الفيروس عطيناه حقه من الحديث عطيناه حقه من التوعية إن شاء الله يعني حتى ما كانت فيه وايد أسألة على هذا الموضوع لكن الآن بتكلم أنا دكتورة بعيدة عن الفيروس أنتوا عندكم جهود يعني للأمانة تعملون 24 ساعة سبع تيام في الأسبوع ما شاء الله عليكم في مركز الخدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الأولية أنا بس أبغي أتطرق إلى الخدمات اللي أنتوا تقدمونها لأن بالفعل خدمات جديدة في الحفاظ على أمن مجتمع دبي بشكل خاص وأيضا المستاهمة في الحفاظ على الأمن في الأمن الصحي في دولة الإمارات عطينا فكرة عن اللي أنتوا تسوون بالضبط طبعا شكرا أنك أنت يعني أثرت هالسؤال مركز الخدمات الوقائية في دبي يقدم تقريبا أقدر أقول لك يركز على خدمتين خدمة الوقائية اللي هو بالسفر اللي هي عيادة المسافرين وعيادة تطعيم البالغين وعندي الجزء الثاني اللي هو الترصد والتقصي اللي احنا نسميه surveillance الترصد والتقصي طبعا فيها البرامج الوطنية الترصد والتقصي البرامج الوطنية اللي تسعى أن تقضي على بعض الأمراض مثل السل الرئوي الشلل الأطفال الحصبة والحصبة الألمانية والملاريا في عندي النظام الترصد اللي تفضلت فيه اللي هو اللي قلت لك النظام الترصد الفعال هذا إلكتروني نظام 24 ساعة أنا أستقبل بلاغات من كل إمارة تدبي سواء كانت على العفو يعني بالهاتف المتحرك أو الهاتف الأرضي أو حتى بالبريد الإلكتروني أو حتى عن طريق الفاكس في طبعا طريقة اللي هو لو كان موظف من هيئة صحة تدبي يبلغني عن طريق هذا أو في بعض الأمراض اللي تبلغ إحنا نقول عنها اميديت أو يعني طارقة هذه أعتبرها هو جدول يعني نقسم لثلاث أقسام الطارقة هذا أنا أتعرض له أن الطارقة هذا يعني أتحرك فيه أخذ فيه الأكشن أسرع من أي مرض آخر دكتورة أنا بغي أتكلم حتى نحن يعني عام 2014 و2015 أتذكر هيتنا مجموعة كبيرة من الأمراض أو التحذيرات اللي حقيقة يعني للأمانة كنا وايد حرفيين في التعامل معاها في وجود مثل مثل هذه الفيروسات ذكريني بالفيروسات دكتورة اللي نحن تعاملنا معاها 2014 و2015 التوسط لا تتعرفيني شيء أقصد بس أو هي يعني حالات ممكن تنتقل عن طريق التنفس تنفس قصدك مثل الميرس كورونا اللي هي الكورونا الايبولا مثلا ايبولا تنتقل عن طريق هذا هالفيروسات طبعا احنا الحمد لله أو كانت سواء حتى في لانا بكتيريا تنتقل عن طريق يعني ممكن ناخذ فيها استعدادنا وتأهبنا السريع طبعا الحمد لله أقدر أقول لك أمن الصحي لدولة الإمارات مرصود يعني أكرر وزيد المرصود والمرصود عن طريق النظام الفعال على مستوى الهيئات الصحية يعني كافة يعني حتى لو أنا استلم بلاغ أن في هذا أي مرض مثلا موجود يصير عندنا تواصل بين وزارة الصحة وهيئات الصحية الأخرى ونشارك فيهم نشارك في بعض أن فيه هذا فنكون مستعدين لمواجهة هالنوعية من الفيروسات أنا بغي أضيف على كلامك دكتور أن حتى التعامل مع وسائل الإعلام في هذا المجال يتم بشفافية عالية لأن فيه متطلبات عالمية في هذا المجال تفضل يعني فعلا اللي هو لما تعامل بشفافية هي هذه طبعا الحين صار مثل ما تفضل العالم عالم مصغر في التويتر في الفيسبوك في الانترنت في يعني كل الوسائل اللي توصلني بطريقة سريعة جدا أن يوصلني الخبر حتى لو ما بلغتني الهيئة الصحية فأنا مو مستفيدة كهيئة الصحية أني أنا يعني مثلا أخش الخبر عن الجمهور بالعكس أكون واضحة وأبلغ يعني أنه في حالة كذا بس إحنا يعني يهمني أنا أني أنا مثل ما أقولك كنتيند كنتيند يعني معناته أني أنا يعني أحاصر هذا المرض حتى لو دخل يعني حتى لو لا سمح الله أنصابت حالة الحالة تكون تحت سيطرة السلطة الصحية يعني في المستشفيات ياخدون بالهم منها أنا المحاطين أو المخالطين لهذا يعني شخص المصاب يكون أنا بقدر الإمكان أحاول أني أنا ما ينتشر هذا المرض على مستوى الإمارة أو حتى مستوى الدولة إن شاء الله يا رب الله يبعد عننا الأمراض ويبعد عننا حرمة البعوض إن شاء الله يا رب ونتمنى لكم التوفيق حقيقة في جميع الجهود اللي تقدمونها دكتورة وأنا حقيقة يعني واحد من المراكز اللي دائما أحب أني أنا أصلت الضوء عليها نظرا للجهود الكبيرة اللي أنتوا تقدمونها حقيقة دكتورة ناهد جعفر ليوسف أخصائي أول طب المجتمع مدير مركز الخدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الأولية نحن شكرين لك هذا التواجد وشكرين لك أيضا هذا التوضيح وكل التوفيق لك ولكل العاملين في مركز الخدمات الوقائية بقطاع الرعاية الصحية الأولية في المجهودات اللي تقدمونها وتبدلونها في خدمة هذا المجتمع شكرا جزيلا اللي功ف أيضا من مستمعين نحن مننتقل الآن إلى بما أن نحن نتحدث اليوم يعني اليوم الرابع من فبراير يصادف اليوم العالمي للسرطان وفي هذا اليوم تتكاتف كافة الجهود العالمية للتوعي بهذا المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه والتخفيف من مضاعفات السلبية على المرضى والمجتمعات بشكل عام العيادة الذكية في هيئة الصحة بدبي تناقش اليوم وعبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع السرطان بكافة نواعه وتطرح العديد من الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع ضمن جهودها المستمرة لرفع الوعي الصحي بمختلف الأمراض تتواجد معانا الآن عبر الهاتف الدكتورة داليا محمودة خصائي أول قسم الأورام بمستشفى دبي وهي أحد المشاركات في هذه العيادة الذكية مرحبا دكتورة مرحبا سبعات خير سامحين نحن شوي طولنا عليك بس كنا نبغي نتحدث دكتورة عن أبرز ما تم مناقشته حتى الآن وما سيتم مناقشته خلال العيادة الذكية لهذا اليوم وأيضا بما أن اليوم يصادف يعني اليوم العالمي للسرطان طبعا الحقيقة فعلا زي ما حابتك بتقول كده أن النهاردة 4 فبراير هو اليوم العالمي للسرطان واليوم العالمي للتوعية من السرطان الحقيقة إحنا النهاردة نتنقشنا في أهمية أخطار السرطان هو بشكل نسبة حوالي 20% من الوفيات على مستوى العالم بتبقى سببها السرطان اتنقشنا كمان في أنواع السرطان المختلفة المنظمة بيسوى للرجال أو السيدات زي ما احنا عارفين أن أكثر سرطانات شيوعا بين الرجال هو سرطان البرستاتة والرئة والقولون والمعدة والكبد أما بالنسبة للسيدات فأكثر السرطانات شيوعا فهي سرطان السادس، الرئة، الكونون، المعدة، وعنق الرحمة طبعا هناك مسببات أو عوامل كثيرة جدا ممكن تكون مسببة للسرطان من أكثر آآ اللي احنا مددرش نتدخل فيها زي العوامل الدينية دي حاجات آآ بتبقى خلل جينات معينة موجودة في الإنسان آآ مش بنقدر نتدخل فيه لكن حديثا آآ فيه عزوية جديدة موجودة ممكن آآ آآ تتفادأ أو ممكن تعالج السرطانات اللي موجودة بهذا الخلل الانسان. في عوامل ثانية طبعا آآ من الحاجات اللي احنا للأسف احنا آآ بنعملها او آآ عادات معينة بنعملها ممكن نتفادى بيها آآ حدوث خلل في الخلايا جسمنا او حدوث خلل السرطاني. تاي آآ الحياة الصحية. الاكل الصحي. آآ آآ التبغى والتدخين. آآ الكحليات. الحاجات بجي كلها لو لو امتنعنا عنها بتقلل الحدوث آآ السرطان لان زي ما احنا عارفين من حسب الاحصائيات العالمية. نفيها اللقع وفي ارتباط بين آآ على سبيل المسال آآ شرب آآ او آآ التدخين. وآآ وسرطانات الرئة. انا بكلمنا عن الوضوع ده بالنسبة للسرطان الرئة حوالي يشوين في المية من سبب آآ آآ من وفيات آآ العالم السرطان في العالم بسبب سبب آآ تدخين. سبعين في المية من سرطانات الرئة يكون وراها آآ التدخين. او سرطها التدخين. في علاقة قوية جدا بينهم. وفلو قدرنا ان احنا نعمل وقاية او طوعية آآ في المجتمع بقصوصها اكيد هنتفدى ايه حاجات تانية برضو من اللي ممكن تكون مسببة او لها علاقة آآ بالسرطان آآ زي العدوة. العدوة زي العدوة آآ اللي هي العدوة بالفيروس الكابدي بي او فيه. آآ هو له علاقة طبعا بالاورام آآ الكابس. كمان العدوة بالفيروسات آآ الفيروس الحليمي. هو اللي هو مباللومة فيروس. ولو علاقة مرتبطة وشديدة بالاعلقة آآ 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 اورام مع عنق الرحم عندي السيدات. وطبعا الواقع نعرفين ان آآ منظمة الصحة العالمية في دباس آآ 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 زي استراتيجيات معينة علشان اللقاية من هذا الورام آآ فيه فيه دلوقتي آآ لقاحات وفيه باكسين موجودة بالنسبة للفيروس الكابدي وباقي الدينة. كذلك بالنسبة للفيروسات آآ عنق الرحم. اللي هي اللي هو مباللومة فيروس. كمان فيه لها باكسين وآآ وليها بادلاينز. محا انت لا تخدمها ازاي لا تخدمها. آآ ده حاجات اللي ممكن تكون مسببة آآ آآ او آآ متدخلة مع اسباب آآ آآ سرطان بالنسبة للفيروس. نعم. آآ طيب دكتورنا بس احب اتذكر اللي يحب يتواصل آآ مع العيادة الذكية ممكن ان آآ آآ يتابع حسابات هيئة الصحة في دبي على الحساب التالي دي اتش اي يعني دبي هلثة ثورتي دي اتش اي اندرسكور دبي. هذه آآ حسابات الهيئة على آآ تويتر على انستجرام وايضا من خلال برنامج البريسكوب اللي ممكن تتابعون العيادة بالصوت والصورة. فاللي حاب يشارك في هذه العيادة او يستفيد او عند مجموعة تأسئلة ممكن ان يتوجه الى حسابات الهيئة وعبر الوسم العيادة الذكية الهاشتاغ سمارت كلينك. طيب قدمها هيئة الصحة بدبي لمرضى السرطان. وبالتحديد ايضا بتكلم عن آآ مستشفى دبي حقيقة. فشو هي الخدمات اللي نحن نقدمها? آآ الحقيقة فيها بالنسبة الخدمات آآ التبعوية احنا بنعمل آآ 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 برنامج توعوي لمعظم الاورام السرطانية. توعية الناس آآ بصفة عامة وتوعية الالصاف كمان عندنا في المستشفى. بآآ بازاي نقدر نعمل وقاية للسرطان في عندنا برنامج توعية. ستعمل دايما في شهر اكتوبر آآ بيتعام عندنا توعية لسرطان عنق الرحم. في عندنا توعية برامة توعية لسرطان البلستاتة. آآ في عندنا برامة توعية لسرطان يرقة. بالنسبة للاشياء المتاحة عندنا في آآ في الحقيقة في موجود آآ 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 التشخيص او التشخيص المبكر. اجهزة آآ 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 اللي هي اللي قبل التشخيص اللي هي اللي احنا بنتابع او المرضى او السيدات على سبيل المثال اللي عندهم آآ فرصة عالية او احتمال آآ اقوى بالاستبر السرطان آآ بنعمل بنحطهم او بن بنصحهم بني هما يمشوا على برنامج آآ 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 رقاية آآ فحص بالمامو جرام والفحص للأشياء الفيزيونية للسيد. آآ ده بالنسبة للسيد آآ آآ بالنسبة للسيدات كمان آآ بالنسبة للسيدات كمان في عندنا آآ دكتور انا شوي الصوت مش واضح عندي آآ يعني حقيقة آآ آآ انا انا شاكر لتش هذه المداخلة دكتور آآ آآ داليا محمود اخصائي اول قسم الاورام بمستشفى آآ آآ دبي وانا عرف ان مكان العيادة الذكية يعني آآ آآ شوي ما في ارسال احيانا الارسال يقطع لكن الله يعيكم. شكرا جزيلا وآآ ويربش فعلي كل المرضى بيزنين. آمين يا رب. شكرا. شكرا جزيلا. إذن مستمعين نحن ذكركم آآ ان العيادة مستمر حتى الساعة آآ الثانية عشر ظهرا وهي آآ يعني مبادرة اطلقتها هاية الصحة بدبي للتواصل مع آآ عملاءها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة جميلة جدا تطرح فيها العديد من المواضيع الصحية. اليوم نحن بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان تم طرح امراض السرطان في هذه العيادة واللي تقدرون تشاركون فيها عبر حسابات الهيئة في آآ وسائل التواصل الاجتماعي. عموما انا في الختام لا املك الا ان اتوجه بالشكر الجزيل. اكل من شارك معنا في هذا في هذه الحلقة. بكل من آآ ساهم في انجاح هذا البرنامج. وآآ على رأسهم آآ فريق الاعداد بقسم الاعلام بادارة التسويق والاتصال مؤسسي في هيئة الصحة بدبي. وايضا الشكر موصول لمخرجتنا في آآ لهذه الحلقة للسادة ميثة بن بياط طولت بالها علينا وايد مشكورة. وفي الختام تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف. ونقولكم دايما اجازة سعيدة ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.